هذا وقد أجرى رئيس مجلس الوزراء جولة دفق قضية بمهرجان العالمين الجديدة الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصاحبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار واستقبل مدبولي الشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمر الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة هذا وتضمنت الجولة المنطقة الشاطئية لمهرجان العالمين حيث شهد رئيس الوزراء الفعاليات الرياضية والطرفهية المختلفة وأشهد بالدور الذي تلعبه الشركة المتحدة من خلال مهرجان العالمين في تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وانعكاس ذلك على السياحة والفرص الاستثمارية